تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في سلمي مونديال الجديدة وسريعة هالمرة لأنه منا نحكي بسرعة عن البرازيل والبرتغالي الاثنين اللي فازوا اليوم وهم بيحكموا بنفس اللغة زي ما بنعرف والاثنين اللي أرسلوا كل واحد يوم رسالة واحدة البرازيل كانت قبل المونديال الترشيحات كلها بتصب إلها يعني كل إشيش فتحته بناس بتحلل ببيانات ناس بتحلل بالعواطف ناس بتحلل بالتاريخ بالمنطق بيه كل شيء كلها كانت في الأخير توصل لنفس النتيجة البرازيل هي المرشح الليقول لك لأس الع وبدها مباراة سيئة غير متوقعة عشان تطلع اليوم برازيل ورتنا إنها فعلية مرشحة حقية للقب شفت فريق قوي الشخصية في الملعب من الدقيقة الأولى للأخيرة قوة الشخصية شيء أساسي في المطلعات الكبيرة شفت فريق متنوع الحلول عنده مهارات فردية طبعا بنعرفها مش من تخبي علينا نايمار وجونيور ورافيميا لا تنتهي وعنده شجاعة كبيرة عند كثير لاعبي وشفنا حتى أليكساندرو تاع البرازيل غير أليكساندرو نيفينتوس الفريق كله قدم مباراة ممتاز أخطاء شبه معدومة الجمل التكتيكية اللي لعبوها حلو كتير فريق جماعي رغم إنه حول مواهب فردية وفي النهاية ريتشارلسون حتى نفسه ظهر وقالهم كمان مع البرازيل في هدف وورانا إحنا كلنا إنه صح ما تحرك ما كان أهم لاعب لكنه بالأخير كان الحاسب بسجل هدف ثاني رائع أجمل هدف بهذه المطولة حتى الآن أيضا جونيور كان لاعب حاسب بصنع الهدف الثاني والأول هو اللي لعبي الكرة ونايمار كان عبي ياخد مواقف شجاعة في كتير مواقع هو كان أيضا بداية الهدف الأول واللي هو خلى المباراة أسهل الكثافة اللي لعبت فيها برازيل لأخر دقيقة لافتة جدا الاحتياطيين اللي نزلوا ولعبوا بريتم عالي جدا لافتة جدا وحتى عندهم ألسون اللي احنا بنعرف شو مستوى يعني من أحسن حراس هذا الموسم مية في المية فلا البرازيل قدمت لقاء كامل متكامل بتخلي جمهورها واثق إنه آه ممكن نجيب السادس الآن في المقابل صراحة سربيا دافعت كويس كثير 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 دفاع تعليم رائع لكن ما بزبط الدافع بس لازم تحاول تهجم تحاول تطلع كل شوي أما الخنقة اللي خنقت نفسك فيها أكيد حيجي قول لتبتلع مدام مهارات خارقة مهارات زي اللي عملها نايمار بالقول الأول من الأخير لو ما جاش هذا كان حيجي اللي بعده لأنه بهذه المهارات إلا يتمرق واحدة بهذه التمريرات المفاجئة إلا تمرق واحدة فلا صربيا قدمت دور تكتيكي جماعي رائع ممتاز لكن هجوميا كانت أقل بكثير من قدراتها قدراتها أكثر من هيك هجوميا فبنشوفها في المباريات الجاي المباريات الثانية اللي بدي أحكي عنها لبرتغال اللي اليوم شهد التاريخ عنده كريستيانو رونالدو أصبح أول لعب بسجل في خمس موليديالات مختلفة كريستيانو سجل واخد راكلة الجزاء يعني عندما تطلع راكلة الجزاء صحيحة غير صحيحة أنا بمين إنها بتنحس بش في كثير مواقع وبتنحسب لو الحكم بدي يكون دقيق جدا لأنه والله هي رجل وإشت برجل اللعب قصة يطلع لك واحد يقول لك تعمد ضرب القدم بالقدم هاي النواية مش موجودة في كورت القدم يعني مش موجودة بالأخير أنا اللي قدامه مش أنا اللي وراه للاعب الغاني فما بتقدر تقول لي أنا تعمت أضرب رجلي برجل اللعب وراي لكن زي ما قلت بتنحسب بتنحسب مش بس بالأخير فتحت لرونالدو التاريخ عجبني كثير شكل البرتغال لما لعبوا أربعة ثلاث ثلاث فليكس ليا ورونالدو بالنص كانوا سريعين جدا خطيرين جدا برونالدو فرنانديز اليوم صنع أقولين هاي قيمة معنوية رهيبة لأيلو عن دوره القيادي اللازم يكون فيه بهذا الفريق بجانب برونالدو سيلفا كان سيلو كان لا دفاعيا كان عنده مشاكل واضحة عن جهة اليمنى الدفاع البرتغالي كله عنده مشكلة والوسط مع الدفاع البرتغالي عنده مشكلة البرتغالي عندهم مشكلة بالأطراف عم بتاخدوا كثير مواقف واحد لواحد وهذه خطيرة للغاية لو لعبوا مع فرق مهارية في المستقبل في الدور الثاني مثلا لو تأهلوا فالبرتغال بالقيمة الهيجومية أظهرت أن حتسجل في كثير فرق وحتقدر تسجل ولما شفنا كيف الاحتياط اللي عندهم عرفنا وتأكدنا أنه لو يعني أن أموره تعقدت معهم بقدر يعملوا تبديلات ويسجلوا لكن دفاعيا الفريق المحتاج شون الحارس كوست تصدمنا جميعنا اليوم بخطأ ربما كان حيكون أسوأ خطأ بالقرن الحادي والعشرين بكرت القدم لأنه هذا خطأ بداي يعني اللي عمله بس يعني الله ستروا منه ولأنه في صراحة يعني أعتقد أنه عمل هذا الخطأ عمره ما حشوف المنتخب البرتغالي بعدها بالنهاية بالمجمل البرتغال قدمت أداء مقبول متوقع أحسن من اللي كنت متوقعه من سانتوس كنت متوقعه كثير كون متحفظ لا شوي اللعب له قدام جيد دفاعيا محتاجين شغل كثير على مستوى المنظومة على مستوى أنه فكرة فليكس رونالدو ما بيرجعوا هذي بتقوف شوي مع بعض اتنين ما بيرجعوا محتاجين تضحية أكثر على الناحية الدفاعية كمنظومة خط وسطهم مع خط دفاعهم محتاجة تناسق أكثر أيضا لكن مدون ذلك الفريق يبدو ممكن يتطور مع البطولة نرجع ونحكي بالمختصر اليوم البرازيل قدمت أداء رائع البرتغال قدمت نتيجة مهمة وبرجع بذكركم في النهاية أنه أنا دائما بطلع بث مباشر على بيغو لايف خلال كأس العالم تطبيق مميز عنده كثير خدمات جميلة لكأس العالم من توقعات وتفاعل وقروبات فهترك لكم التعليق إن شاء الله في اليوتيوب وتابعوني هناك والسلام عليكم ورحمة الله